اهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الرابع من الامسية الرمضانية التي نستضيف فيها فضيلة الامين العام لهية علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري فأهلا وسهلا به دكتور مرحبا بك معنا اهلا ومرحبا حياكم الله اهلا وسهلا دكتور نريد ان نبدأ هذا الجزء بالحديث عن المشهد الديني السني في العراق اليوم كيف يبدو هذا المشهد في عراق ما بعد عام 2003 كيف تأثر هذا المشهد بتداعيات ومنتجات وتفاصيل الغزو الامريكي وعمليته السياسية بسم الله الرحمن الرحيم واخرها تفجيرات في مدينة كاركوك واللحظات للأسف المؤلمة والقصف اليوم المتكرر في سوريا على المدن السورية التي يسقط فيها الشهداء يوميا وما زال كثير منهم تحت الأنقاض دكتور أسمعك أخي الله الرحمن الرحيم أسمعك نعم تفضل تفضل الآن الصوت جيد تفضل دكتور نعيد أم أكمل لا 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 أكمل 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 الصوت السابق واضح كان طيب نعم بارك الله فيكم فإذن هي ليلة كريمة نلتقي فيها بالمشاهدين لاستكمال الحديث عن بعض الموضوعات المهمة وبالنسبة لسؤالك الكريم أقول المشهد الديني بعد العراق اضطرب اضطرابا كبيرا بعد سنوات من الاحتلال وليس بعد الاحتلال مباشرة كما هو الاضطراب الحاصل في باقي مفاصل الحياة ويعود السبب في ذلك إلى ظهور هيئة علماء المسلمين ومن ثم مؤسسة الوقف السني وقد توليا في تلك المرحلة إدارة الأمور من النواحي السياسية والدعوية والعلمية والإدارية ولكن بعد حين من الزمان وعندما اكتشفت سلطات الاحتلال والأحزاب السياسية التي جاءت معها بأن وجود مرجعية دينية شرعية يعترف بها العراقيون ويحترمون رأيها ويأخذون بتوجهاتها حتى السياسية قد يؤثر كثيرا على ما تم التخطيط له منذ قبل الاحتلال فلذلك عملوا على سياسة جديدة تقوم على إظهار أسماء جديدة وواجهات جديدة وفق سياسة تفرق تسد المعروفة وهكذا اضطرب المشهد السياسي بعد سنوات عندما بدأ الضغط على هيئة علماء المسلمين وبدأت مذكرات الاعتقال والمطاردة والمتابعة ومن ثم منع عدد من أعضاء الهيئة من العودة إلى العراق بعد سفرهم لمهام تتعلق بالعمل الوطني ومنهم الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري في عام 2006 ومن ثم إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمنعهم للعودة كانوا يظنون بأن هذا سيقف حائلا دون عمل الهيئة ولكن بقيت الهيئة في عملها بمرور الزمن نشأت أسماء جديدة وهيئات جديدة وروابط جديدة وجمعيات جديدة وأصبح المشهد الآن للأسف تقلم عن الواقع الآن مشهد غريب عجيب هو ليس جديدا في المنطقة جديد في العراق نعم ولكن تم تطبيقه في مناطق أخرى ولا سيما في لبنان خلق أسماء وزعامات وهيئات وقيادات وروابط وجمعيات وما إلى ذلك دينية ليسهل التصرف معها والتعامل معها ومن ثم جرها إلى هذا الجانب أو ذلك الجانب وهذا أحدث اضطرابا كبيرا جدا في الواقع الديني والعمل الديني في العراق للأسف نعم دكتور ذكرت أنه كان هناك عملية إظهار عملية تصنيع لأسماء لكيانات لمؤسسات دينية شرعية بعد إنشاء أو تأسيس هيئة علماء المسلمين والوقف السني هل هذا التأسيس كان مرده أن هناك حاجة مجتمعية لهذا التنوع لهذا العدد الكبير من المؤسسات الدينية الشرعية الفقهية بسبب الأحداث الجسام أو الحدث الأكبر الذي عصف بالعراق وهو الغزو الأمريكي أم أن هناك غاية أخرى المجتمع لم يكن بحاجة إلى كل هذا التنوع في المؤسسات الدينية بالتأكيد هناك غاية أخرى لأن المجتمع بحاجة لهذا التنوع في المجالات العلمية والدعوية والثقافية والإغاثية والتوعوية التي تقوم بها هذه الهيئات فلو أن كل هذه الأسماء كل واحد منها التزم بعمل محدد لتكاملة الجهود وتوحدة الصورة ولكان الناتج والحمد لله ناتجا نافعا للمجتمع ولكن للأسف تم التركيز على الأدوار السياسية لهذه الهيئات والروابط والأسماء الجديدة ومن هنا كان مقصودا من هذا الموضوع وإلا خبرني بالله عليك كم من هذه الهيئات والروابط والجمعيات والأسماء تعمل في المجال الذي ينبغي أن تعمل فيه وهو المجال التوعوي المجال الدعوي المجال الثقافي لا بأس أن يكون لها رأي سياسي ولكن أن تكون هذه الأراء السياسية متقاطعة وتابعة لتوجهات سياسية قد تكون ضارة بالبعراق كله وليس بهذه الجهة أو تلك الجهة وهذا المكون أو ذلك المكون ويبدأ التسابق والشقاق والصراع بين هذه الروابط إذن هذا دليل على أنها ما ولدت نتيجة حاجة مجتمعية في الغالب هناك بعضها نعم ولدت نتيجة حاجة مجتمعية ولكن تم تأطيره في إطار معين نعم دكتور أليست مفارقة أن الذين سعوا أو عملوا على إنشاء مثل هذه الهيئات الدينية لاحقا بعد تأسيس هيئة علماء المسلمين والوقف السني أن هؤلاء نفسهم أرادوا للهيئة أن تكون هيئة شرعية فقهية لا تتعاطى السياسة ثم أنشأوا هيئات أخرى تتعاطى السياسة ويبدو أنها تزاول السياسة ويبدو أنها بعيدة عن القضايا الشرعية أو الفقهية إلا فيما يتعلق بتغطية المواقف السياسية بفتاوى شرعية يعني تخدمها تتخادم معها تسويقها للمجتمع هذه مفارقة يعني أراها طبعا هذه المفارقة تؤكد ما قلناها قبل قليل بأن الأهداف برسومة لإحداث مرجعيات جزئية تفصيلية تسند أقوال والتوجهات السياسية لهذا الطرف أو ذاك ومن ذلك عسى بالمثال أن أغلب من هو موجود في الساحة الآن كان في يوم من الأيام في هيئة علماء المسلمين ثم بدأت الضغوط عليهم وخرجوا وهكذا خرجوا كأفراد ثم خرج بعضهم كجماعات كما حصل مع مجلس علماء العراق في عام 2007 ثم مع تكون إطار آخر علمي في عام 2012 ثم ظهور أسماء أخرى وهكذا إذن محاولة اقتطاع أكبر قدر ممكن من العلماء وطلبة العلم الشرعي وإخراجهم من الجسم لا أقول جسم الهيئة وإنما أقول من الجسم الشرعي الوطني صاحب الموقف المبدئي والثابت في التصدي للاحتلال ورفض العملية السياسية فإذن كانت هناك محاولة ذات هدفين إضعاف هذا الجسم أولا بإخراج أو العمل على انشقاق أطراف منه وثانيا بناء أسماء أسوة بالتجربة اللبنانية التي عمل حزب الله طوال سنوات وبدعم من حكومة الولي الفقيه في إيران على تجربة نفس الطريقة أو العمل بطريقة تجرب الآن في العراق وهكذا وجدنا أيضا أسماء كبيرة وجمعيات وروابط كان لها أثر في لبنان الشقيق ثم بعد ذلك أصبحت تابعة لهذا الحزب أو تلك الميليشيا أو هذا التوجه السياسي المدعوم إيرانيا نعم بعيدا عن المشهد الديني السياسي أيضا هناك من يتحدث الآن عن نوع من العلاقة بين القيادات الدينية السنية والسياسيين السنة المنخرطين أو الذين التحقوا بالعملية السياسية هل فعلا ثمت علاقة بين هذين الطرفين إذا كانت موجودة هذه العلاقة كيف هيها هل هي علاقة انسجام؟ علاقة توافق؟ علاقة تخادم؟ أم أنها علاقة أيضا تصادمية على غرار التصادم الموجود بين العملية السياسية بكل مكوناتها وهيئة علماء المسلمين مثلا العلاقة موجودة ولكن يصعب وصفها بوصف مستمر فكل مرحلة من المراحل التقطي وصفا معين العلاقة فيها نوع من الحذر فيها نوع من مشاكسة فيها نوع من التخادم أحيانا فيها نوع من الصفاء والانسجام أحيانا أخرى وسبب ذلك يرجع إلى المواضيع السياسية أو الموضوعات السياسية فمتى ما كانت هذه الجهة الشرعية منسجمة مع هذه الجهة موافقة على أرائها السياسية داعمة لا حين يحصل الانسجام وعندما تحصل أحيانا بعض الأراء السياسية تستدعي أراء مختلفة وتحصل وجهات نظر متعددة أو يكثر العرض من السياسيين على جهة شرعية أو دينية واحدة فإذا تبنت هذه الجهة رأي هذا أو رأي ذاك حصل الخلاف بينها وبين الأطراف الأخرى مما يدل على عدم الاستقلالية وعلى التوظيف السياسي لهذه الهيئات والروابط من قبل هؤلاء الأحزاب العلاقة طبعا صميمية لابد لأنه الأسف النظام السياسي في العراق بني بعد الاحتلال ومن خلال الدستور المشوه من خلال الدستور الذي فرض على العراقي من خلال ديباجة هذا الدستور على العودة إلى أراء ما يسمونهم المراجع العظام ومن هنا استبغى المشهد السياسي بالعودة إلى المراجع في النجف وكربلا في كل مفصل ما يريدون أيضا للطرف السني أيضا أن يعود إلى هذه المرجعيات بنفس الطريقة مع الفارق الكبير بين طبيعات وخصائص وتوصيفات المرجعية الدينية عند الإخوة الشيعة والمرجعية الدينية عند أهل السنة والجماعة ومن نتائج السلبية لهذا الموضوع أن هذه الأحزاب والقوى السياسية عندما لا تجد رأي شرعيا تأصيليا يسند رأيها السياسي الاستباقي بمعنى أنها لا تأخذ الرأي الشرعي ثم في ضوء الرأي الشرعي تقوم بالعمل السياسي أو تتبنى العمل السياسي أو الرأي سياسي ما رأي سياسي ما يتفع للعكس تتبنى رأي سياسي ما ثم تريد لعالم الدين للمرجع الديني للهيئة الدينية أن تؤيد هذا القرار بالأدلة الشرعية وهنا حصل الافتراق الكبير منذ البداية بين هيئة علماء المسلمين وغيرها ومن أبرزهم الحزب الإسلامي فعندما لم يجد الحزب الإسلامي مثلا فتوى شرعية تؤيد الاحتلال أو على الأقل تؤيد الدخول في مجلس الحكوم بل وجد على الضد من ذلك فتوى معروفة التي تكلمنا عنها لرابطة العلماء العراقين في الخارج والفتوى المشهورة للمرجع المعروف الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان لجأوا هذه مفارقة كبيرة سيظهر تناقضهم فيها الآن لجأوا إلى شخصية في الخارج وليس شخصية عراقية لجأوا إلى الشيخ فيصل مولوي رحمه الله العالم والداعية والمستشار الشرعي في لبنان فاستشاروه في هذا الموضوع فأصدر فتوى تجيز الدخول لمجلس الحكم بنان على المصالح والمفاسد فتوى نظرية عامة غير مرتبطة بالواقع العراقي الآن عندما لا يحصلون على الشيء المناسب يقولون هذه الفتاوى خارجية أو لعلماء يقيمون في الخارج وأن الفتوى تأخذ من عالم الدين في الداخل الذي يعاني الأمرين كما يقولون ومن هنا تم الحرص على إنشاء بعض الجهات أو تشجيع بعض التوجهات العلمية للظهور في أطر معينة ومع ذلك حتى عندما يختلفون مع علماء الداخل يرجعون مرة أخرى لأخذ آراء بعض علماء العراق من أساتذتنا الأفاضل في الخارج الذين قد لا تكون الصورة مكتملة عندهم مراعاة الداخل أولا وثانيا أحيانا لا يقولون أو لا يفتون أو لا يجهرون برأيهم بصراحة وإنما تلمس كلمة منهم هنا موقف هناك وتروج على أنها لفلان فالتناقض حاصل أولا في عدم الاعتراف بالمرجعية الدينية أو الرأي الديني ومن ثم الاحتياج إليه في عدم الاعتراف بمرجعية الداخل أو رأي علماء الداخل والاعتماد على فتاوى من الخارج ثم بعد تكون مرجعيات الدينية في الداخل قريبة من بعض القوى السياسية تترك هذه لأنها قد لا تتفق مع هذه الجهة أو تلك ويلجأ إلى علماء في الخارج فإذن هناك اضطراب كبير جدا سببه الرئيس هو سعي القوى السياسية لكي تكون الهيئات الدينية والمرجعيات الدينية تابعا للرأي والقرار السياسي وليس العكس نعم دكتور هل قضية هذه العلاقة بين السياسيين وبين الهيئات الشرعية التي قد توصف بعملية تخادم إذ أن هذه الهيئات تقدم فتاوى شرعية جاهزة مفصلة وفق المواقف السياسية لهؤلاء هل ترى أن الخلل فقط في السياسيين السياسيين أو السياسة من صفاتها من ركائزها البراقماتية وأنها تريد أن تصل إلى هدفها بأي طريقة العلماء الشرعيون لماذا يكونون براقماتيين أيضا هل تمت مصلحة أيضا للشرع في هذه البراقماتية أيضا الخلل في الجانب الآخر وليس المشكلة فيه السياسيين نعم الخلل متبادل كنا في سياق بيان السبب الرئيس أما إذا أردنا أن نحدد الموضوع أو القضية علميا فالخلل موجود في الطرفين وهنا للأمان العلميين بغي أن نقسم علماء الداخل أو حتى بعض علماء الخارج ممن يواكبون العملية السياسية على قسمين القسم الأول مجتهد في هذا الموضوع بمعنى أنه مقتنع تماما بجدوى العملية السياسية أو على الأقال أنها من باب الضرورة التي يلجأ إليها اضطرارا لتقليل المظار وجلب المصالح وذرء المفاسد وبعض وجهات النظر هذه متأخرة حصلت بعد أن طال الأمد موضوع التقادم والسنين والمشاكل والمآسي المتكررة في عراق جعلت بعض هؤلاء يعيد التفكير في الموضوع ويرضى به من باب الاضطرار ونحن لا نتفق مع هذا الرأي فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى تقادم سنين وغيرها ولكن من باب التوصيف العلمي الدقيق بعضهم وهم قلة جدا يرون هذا الرأي الآخرون للأسف متأثرون بالدوافع السياسية فعندما يكون العالم أو طالب العلم سياسيا أو حزبيا في قضية الاجتهاد أنه تحدثت عن قسم من العلماء قد اجتهد في قضية الدخول العملية السياسية لدفع مفاسد جلب مصالح لضرورة هل هذا الاجتهاد مؤبد بعد حقبة من 16 سنة من كل هذه الكوارث من هذا الانحطاط والانهيار العام هل الواقع هل المنطق يقدم تبريرا أو عذرا لمن اجتهد قبل 15 سنة 13 سنة بالدخول بالعملية السياسية الواقع الآن يعذره يبرر له الاستمرار في هذا الاجتهاد لماذا لا تكون هناك إعادة نظر تقييم لهذا الاجتهاد لهذه الفتوى بالالتحاق بالعملية السياسية عفوا أرجو أن أكون دقيقا أن أقصد أنه بعضهم متأخرا عاد بهذا الاجتهاد للأسف نعم أما من ادعى الاجتهاد في بداية الاحتلال وما إلى ذلك هذا رأيه تراجع وكان رأيا ضعيفا ولا يسنده هيدا للشرعي من تراجع أخيرا للأسف وأنا أسميه هنا بالاجتهاد أو أطلق عليه الاجتهاد من باب تسميتهم هم له وإلا لا نقر لهم هذا الاجتهاد ولا نرى أن هذا اجتهاد منضبط وفق الضوابط الشرعية لعملية الاجتهاد واستنباط الأحكام في هكذا داهي أدهة العراق فالإجماع الشرعي معروف في هذا الموضوع والرأي الشرعي واضح وصريح ولكن هناك التباس بسبب التداخل الحاصل في العراق على مدى السنوات الطويلة ولما رأى بعضهم أن هناك فرصة للعودة والعمل من الداخل تبنى هذا الرأي على اعتبار أن الاحتلال قد خرج أولا في سنة 2011 وثانيا أن الوضع الأمني قد تحسن وأن هناك حيز للحركة والمرونة للناشطين في المجال السياسي أو أن الناس بحاجة إلى التوعية الدينية والفتاوى الشرعية وما إلى ذلك هذه المبررات أو هذه الذرائع أو هذه وجهات النظر على أقل تقدير دعت بعضهم إلى العودة عن رأيه الأول بمقاطعة العملية السياسية وعدم العمل مع الاحتلال وهم قلة هؤلاء الذين أتحدث عنهم من الجانب العلمي ولكن للأسف الغالبية في مقابل هذا أما هو حزبي يتبع لحزب سياسي فلا يخرج عنه أو يميل إلى حزب سياسي وتوجه سياسي لا يخرج عنه أو لا يتقيد بالضوابط الشرعية مثال على ذلك نحن نتحدث في إطار الدائرة السنية أنه فتوى تتبع رأي معين أو فتوى تبرر لرأي معين لبقاء العمل في العملية السياسية أو لبقاء المشاركة في العملية السياسية لكن أن تخرج عمائم وأن تخرج هيئات وأن تخرج أسماء وتصطف الصف الثاني مع الأحزاب الطائفية التي جاءت بالاحتلال وأن تبدأ بالعمل ضد المكون الذي كانت تدعي أنها تسعى لتخفيف الضرر عنه ومن هنا وجدنا أطراف سياسية أو أطراف دينية تتنكر للثوابط الشرعية وتذهب بعيدا لتبحث في الكتب القديمة من أجل استخراج رأي تراه مناسبا وهو طاعة ولي الأمر مهما أمر ومهما فعل مخالفة بذلك كل الضوابط الشرعية التي تنص على أن هذا الحكم الشرعي يتعلق بولي الأمر الشرعي بالله عليك أين هو ولي الأمر الشرعي في العراق؟ بل أين هو ولي الأمر الشرعي في كل بلاد المسلمين فإذن هي محاولة لإسناد أخطاء فادحة وكارثية قائمة على مصالح خاصة للأسف والاستفاف في صف أعداء البلد وأعداء الوطن وأعداء المواطنين من أجل كما قلت أهداف خاصة ومن هنا صدرت فتاوى كثيرة تتحدث عن المقاوة بأنها إرهاب فتاوى تبحث في التاريخ لتصف المكون الذي خرجت منه بأنه مكون طائفي على سبيل المثال أو أن هذا المكون إرهابي سنتحدث عن بعض الطروحات لبعض المشائخ المحسوبين على السنة ووصفهم للمجتمع السني بالطائفية أو العنصرية أو النصب تطرقت في الجزء الثاني من هذه الأمسية إلى محاولات سنة العملية السياسية منذ البداية لإيجاد كيان ديني شرعي فقهي يسند مواقفهم السياسية بالفتاوى الشرعية وطبعا كانت هناك محاولات على الهيئة فلما القضية لم تأتي بديهم قضية الهيئة ذهبوا لتشكيل كيانات أخرى مجامع إلى مجامع فقهية أو شرعية هذا الحرص الشديد من سنة العملية السياسية على إيجاد كيان فقهي شرعي يغطيهم بالفتاوى الدينية ما فائدته والسؤال الأكبر هو ما فائدة الدستور إذا كان هناك دستور ما فائدة البرلمان والآليات السياسية التقليدية إذا كانوا هم بحاجة على غيران الحزاب الطائفية إلى فتاوى شرعية تشرعن أو تسوق مواقفهم السياسية للمجتمع منذ البداية يذهب إلى المراجع الدينية كل حزب إلى مرجعيته الدينية ويستقدم منه أو يحصل على فتوى شرعية بلا دستور بلا برلمان بلا آليات العمل السياسية التقليدية نعم هو الأمر ليس هكذا وإنما أنت تعرف في طبيعة المجتمع مجتمع عربي مسلم مجتمع يحترم العلماء ويوقرهم ويأخذوا بأرائهم وهذا ليس واقع المجتمع العراقي فقط وأنه واقع كل المجتمعات العربية المسلمة مع فارق في النسبة قد تكون النسبة في العراق أدنى وأوطأ من غيرها ولكن هذا حصل من جاء إلى الاحتلال من طرأ على العراق بعد الاحتلال جاء بناء على كما ذكرنا في الحلقات السابقة على توافقات وتفاهمات سياسية عامة وتفصيلية ليس في واردهم استشارة المرجع الأعلى ولا المرجع الفلاني ولا الهيئة الفلانية ولكنهم من أجل خلط الأوراق أولا ومن أجل الترويج لبضاعتهم الكاسدة والفاسدة وأيضا من أجل إيجاد موطئ قدم لهم للتحرك لابد لهم من إسناد هذا الرأي السياسي برأي شرعي وهذه طبيعة الفكر الإسلامي لأنه كما تعلم الدين الإسلام يختلف عن غيره لا فرق فيه بين دين ودنيا هذه المشكلة ليست موجودة في المجتمعات الغربية التي فرقت بينهما فمن الطبيعي أن يلج السياسي أي أو يدخل السياسي في بلد عربي مسلم أي وسيلة لاستئناس بالرأي الديني إن كان مناسبا له أخذ به وإن لم يكن مناسبا له عمل على إيجاد جهة دينية أخرى تبصم كما نقول تبصم له بالموافقة وهذا ما عملوا عليه في العراق من أجل أن تنطلي كثير من التوجهات والأراء السياسية على عامة الناس هذا هو الهدف الرئيس من هذا الموضوع نعم دكتور الآن بعد 16 سنة وهذا الانهيار الكامل موجود في العراق وهذا النفور الكامل من المجتمع من الطبقة السياسية جميعها وواحد من ملامحها هو المقاطعة الشعبية التي للانتخابات البرلمانية التي جرت في الشهر التاسع عام 2018 و18 المقاطعة أكثر من 83% هل تعتقد أن المجتمع ما زال مستعدا لإعطاء أذنيه مصغيا إلى فتوى شرعية تغطي مواقف سياسية للسياسيين الآن أليست هذه الفتاوى سيكون ارتدادها السلبي على من أصدر الفتوى بل وربما حتى على الدين برمته أن موقف سياسي يغطى بفتوى شرعية ثم يسوق إلى المجتمع هل ما زال هناك قبول لسماع مثل هذه الفتاوى الشرعية من الناحية النظرية طبعا لا لكن من الناحية العملية علينا أن نفرق بين مستويين في الشعب هناك مستوى من يطلق عليه النخب ومستوى عامة الناس نعم أستطيع أن أقول أن عامة الناس في هذه المرحلة هي أوعى بكثير من النخب وأنه لا تنطل عليها كثير من هذه الأمور أولا لفطرتها السليمة التي حتى لا تحتاج إلى بيان رأي ديني في هذا الموضوع فضلا عن ذلك ما رأيناه من أحداث ومن مآسي ونكبات وأوضاع مزرية عمرها الآن ستة عشر عاما العراقي بدأ يفهم الأمور في كل أنحاء العراق ولا يحتاج إلى من يقول له أن هذا صحيح وهذا كذب الماس التي جرت المعارك في المدن الكبيرة تدمير هذه المدن حالة الهجرة حالة النزوح كل هذه الأوضاع أودت بالعراق إلى الأسف إلى وديان من الألم والمأساة والكوارث فالعام لا يحتاج عامة الناس لا تحتاج لهذا لكن المشكلة أين أن من تسمي نفسها طبقة النخبة سواء كانوا من علماء دين أي موخ طباء ساتد الجامعات تكنقرات كما يسمونهم هؤلاء هم الطبقة أو الدائرة التي تدور حول السياسي لمصالح خاصة أو لمصالح جزئية أو لأهداف أخرى لا نريد أن نتحدث عنها الآن هذه الطبقة هي التي يسمع رأيها هي التي تتكلم هي التي تصدر للمجالس هي التي تعطي الانطباعات غير الصحيحة عن حالة الشعب أما بالنسبة لعامة الناس عامة الناس تعتقد أنه فلان كاذب ويقولونها صراحة السياسي الفلاني كاذب العالم الفلاني غير صادق ولا يقوم بمهمة الأساسية بالنصح والإرشاد والأمر المعروف عن المنكر ولكن ماذا نفعل؟ على علة وعسى تتغير الأمور هل نعود إلى مآسي ثانية؟ الحق واضح والباطل واضح الصح واضح والكذب واضح ولكن المشكلة أن الأسود والأبيض يستدعي مفاصلة وهذه المفاصلة لا تقوى عليها عامة الناس الآن بسبب ما جرى عليها من مآسي فإذن علينا التفريق بين مستويين للأسف مستوى من يدعون بالنخب مستوى مؤثر ويستخدم أساليب عديدة لترويج الكذبة التي يدافع عنها أما بالتدليس أو بخلط الأوراق أو بالتزوير أو بالإدعاءات أو بإظهار الاحترام والتوقير الكبير لعلماء الدين وواقع الحال غير ذلك تماما نعم أستأذن فضيلة الأمير العام لهية علماء المسلمين وأستأذن المشاهدين الكرام أيضا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال الحوار مع الأمير العام لهية علماء المسلمين في الجزء الرابع من هذه الأمسية الرمضانية إبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد العام 2003 هو ظهور أو بروز إظهار أو إبراز إذا شئت بعض المشائخ المحسوبين على السنة أو محسوبين على المجتمع السني وتسويقهم خطابا الحقيقة فيه مزايدة كبيرة حتى على الخطاب عتات زعماء الميليشيات وفرق الموت الطائفية بوصف المجتمع السني بالطائفية بالعنصرية بالنصب وغيرها من التوصيفات هذه الظاهرة هذا السلوك ما مرده لماذا؟ هل هو ارتزاق؟ هل هو اعتماد تقديم أوراق اعتماد؟ هل هو تكسب؟ هل هو نوع من الانهزام النفسي إذا صح التوصيف؟ للأسف هو خليط من كل ذلك نعم مع اختلاف النسب بين هذا وذاك نعم وكما قلت في إجابة سؤال متقدم أن هذه الظاهرة جديدة على العراق وإن كانت ليست جديدة على بلدان أخرى دعم فبعضهم يعاني من الهزام النفسي وبعضهم يعاني من النقص العلمي وبعضهم يعاني من ردود الأفعال وبعضهم منحصر في منافعه الخاصة وأفكاره الخاصة وإلا أغلب هؤلاء الذين نتحدث عنهم كانت لهم مواقف كانت تكون متشددة وهكذا انتقلوا من التشدد من الإفراط إلى التفريط ويا ليت الأمر اختصر على الاستفادة والتعاون مع هذه الأحزاب وهذه القوى السياسية اختاروا متسامحين يعني ما العيد بتقليل ضر متسامحين الآن متسامحين ومعتدلين نعم 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 هم كانوا متسامحين أصلا ومعتدلين وفق الطرح الفكري العام وإن كانت المواقف التي تحدثنا عنها التي قلنا عنها متشددة لا تتعارض مع اعتدالهم والوسطية لأنها مواقف كانت في الجانب الصحيح أما الآن تحت يعني دعوة التسامح والاعتدال وما إلى ذلك تم التفلت من ثوابت شرعية وليست ثوابت وطنية وأخلاقية فقط وهذه نقطة خطيرة جدا تبين لنا الأثر الخطير والكبير الذي يمكن أن تفعله أدوات التدخل والنفوذ والهيمنة الإيرانية ليس في العراق فحسب وإنما في مناطق ودول كثيرة من خلال ضخ الأموال الكبيرة من خلال إغراءات من خلال اتباع سلوب الترغيب والترهيب وما إلى ذلك وللأسف وجدت شخصيات أعطت أكثر مما ينبغي وباعت أكثر مما اشترت ووصلنا إلى هذا لكن أقولها بوضوح وبصراحة كل من انزلق هذا المنزلق ودخل هذا المدخل لا يحظى بأي تقدير أو احترام أو تفهم من المجتمع العراقي عموما والمجتمع السني تحديدا وهم معروفون يدورون في دائرة سياسية ضيقة أسوة بكثير من العلماء وطلبة العلم الشرعي للأسف في بلدان أخرى يدورون في دوائر خاصة نعم دكتور بالعودة للحديث عن هيئة علماء المسلمين يلاحظ أن للهيئة نشاطا محموما ثقافيا وعلميا وحتى إغاثيا عبر تسيير قوافل من المواد الإغاثية والإنسانية إلى النازحين في مخيمات النزوح في شتى البقاع من العراق وخاصة في المدن التي كانت مسرحا للحرب والعمليات العسكرية يعني كيف تجد الهيئة الوقت وأيضا ربما تخصص هذا الجهد للجهد العلمي والثقافي والعلمي وهي المنشغلة والمشغولة بالقضية العراقية وبالوضع العراقي العام وتفاصيله لماذا هذا النشاط؟ أولا نسمح لي أنه فقط أعيد ترتيب النشاطات هي نشاطات إغاثية وعلمية وإنسانية وحتى ثقافية لأن النشاط الإغاثي هم النشاطات المتقدمة في تاريخ الهيئة الهيئة منذ تأسيسها في نظامها الداخلي جعلت لها أهدافا متعددة بعد الهدف الأول وهو العمل على إزالة الاحتلال وجميع آثاره ومنذ البداية انطلقت في هذه الأعمال ولسيما العمل الإغاثي ومساعدة المحتاجين ولها تاريخ عريق في هذا الباب والمناسبة أحيي هنا الإخوة في القسم الإغاثي على جودهم الجبارة على مدى السنوات الطويلة ولسيما في هذا الرمضان أذكر أن الهيئة بعد تأسيسها بشهرين أو شهرين فتحت ما يقارب من 100 مركز صحي في كثير من المحافظات العراقية لتعويض إقفال المستشفيات في وقتها وتضررها وبعد استقرار الحالة الطبية إلى حد ما بدأ تقليص هذه المراكز واكتفت بعدد من المراكز الرئيسة ثم بدأت حملات الإغاثية ومساعدات المحتاجين والمعوزين من خلال القسم الإغاثي والصحي كما كان يسمى سابقاً ومن خلال القسم الاجتماعي وواكبة كل المآسي التي جرت على العراق بدأ من الفلوجة الأولى وحملتها المشهورة حمل الإغاثية المشهورة في ذلك الوقت والفلوجة الثانية وسامراء والقائم وتلعفر والموصل والنجف وكل هذه المدن ومستمر عمل القسم الإغاثي لم يتأثر يوم بالأيام بأوضاع الهيئة السياسية وغير السياسية أما النشاطات الأخرى فهي نشاطات مهمة ولكن كانت الهيئة تغلب في البداية النشاطات السياسية والإعلامية والإغاثية والاجتماعية والمهنية من خلال القسم المهني لما لهذه النشاطات والحقوقية لا أنسى التي تتعلق بحقوق الإنسان في العراق لما لها من أهمية في تلك المرحلة الآن الوفق السياسي مزدود منذ سنتين أو ثلاث سنوات بل أكثر من ذلك الوفق السياسي مزدود حتى في إطار العملية السياسية التي لم تكتمل حكومتها الناقصة إلى الآن فمجال العمل السياسي مستمر من خلال بيانات الهيئة وتصاريحها وتقاريرها وزياراتها واتصالاتها بالدول والجهات غير الرسمية ومن خلال تقارير حقوق الإنسان ومتابعة هذه الأحداث في الداخل ولكن أعطينا العمل العلمي والثقافي والدعوي والتوجيهي وما يتعلق بخدمة العراقيين في الداخل والخارج ولا يسمى شريحة الطلبة أو لينها اهتمام في السنوات الماضية لأنه الهيئة ليست هيئة كما يحلو لبعض من يقولها هيئة دينية هي هيئة شرعية ذات مجالات عمل متعددة لسد النقص الحاصل في العراق إذا كانت هناك جهات دينية أخرى تقوم بأعمال جزئية فهذا بناء على أنظمتها الداخلية وأوضاعها نحن وضعنا يختلف ومن هنا عملنا في الداخل وفي الخارج فإذا من سد باب أمامنا لا نكتفي بالجلوس والعتب وتذكر الأيام الخالية وما إلى ذلك واللوم وإنما ننشط في مجالات أخرى وهكذا هو المسلم متى ما سد أمام باب من أبواب الخير يسعى إلى فتح أبواب للخير أخرى وأؤكد هنا على أن هذه النشاطات قد فتحت آفاق كثيرة وكبيرة تؤكد وتدلل على أن القبول العراقي المجتمعي لهيئة علماء المسلمين كبير جدا ولا سيما المؤتمر العلم الأخير شارك فيه 85 باحث بعد أن كان العدد 160 ولكن تم قبول 100 بحث تقريبا 85 بحثا منها جاء أصحابها من مختلف المحافظات العراقية وشاركوا معنا وتعاونوا معنا بدون أي حرج وقامت صلاة وروابط علمية وثقافية واجتماعية كبيرة بينهم مما يدل على أن تقبل شعبي ومجتمعي لهيئة علماء المسلمين وأن هناك تخوفات سياسية أو من تهمة الإرهاب والتطرف التي تلقيها الحكومة وأحزاب الحكومة على الهيئة فإذن نشاطاتنا مستمرة ولن تتوقف ولكن بقدر الاستطاعة بقدر ما تسمح الظروف بقدر ما تسمح الإمكانيات ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول وهنا أيضا أوجه شكري وامتناني لجميع الإخوة في هيئة علماء المسلمين منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة في كل أقسامها العاملة على ما يقوم به من نشاطات ومن جهود ووجه تحية خاصة لإخواننا في الداخل الجسم الأكبر للهيئة الذي هو مضطر للعمل تحت أسماء ولافتات وواجهات وجمعيات أخرى تفاديا للظروف الأمنية لهم مني كل التحية والاحترام مبارك الله في جوديا نعم دكتور ما دامت الهيئة بالتماس مباشر مع المجتمع في العراق عبر الجوانب الإنسانية والإغاثية والحقوقية كيف يبدو أو كيف تقيمون أو كيف تنظرون للوضع الإنساني العام خاصة في المدن المدن السنية والتي كانت مسرحا للحرب والعمليات العسكرية كيف يمكن توصيف هذا الواقع إنسانيا في هذه المدن للأسف ضاقت علينا الأوصاف الأوصاف في العراق لهذه المدن لأوضاعها أولئك الناس لا يمكن وصفها بوصف يحوي أو يعبر عما يعانونه وصف المأساة تجاوزنا وصف الكارثة تجاوزنا وصف المصيبة تجاوزنا إلى الآن بعد سنوات على ما يسمونه التحرير واستعادة المدن وإذا بنا نعاني الأمرين ما زال كثير من العراقيين الآن في مخيمات النزوح وللأسف تراجعت كثير من الجهات والجمعيات الإغاثية عن الوصول إليهم وتركت الهيئة وبعض الجمعيات الأخرى فقط في الساحة الناس هبت في البداية بسبب الحملات الإعلامية بسبب ظروف الحرب ولكن بعد ذلك تناسى الناس هذا جميعا وهناك تناسي مقصود من طرفين من طرف ما يسمى الحكومة وجهستها ومؤسساتها لأنها لا تريد لأبناء هذه المدن أن يعودوا لمدنهم بل هي غير مهتمة بهم وكأنهم ليسوا بعراقيين والطرف الثاني هم يسمون بالسياسين العرب السنة من محافظين ومجالس محافظات ومجالس بلدية في المدن المعنية هؤلاء ليسوا حريصين على عودة النازحين من جانبين الجانب الأول أن هذه العودة تقتضي منهم جهود كبيرة لإغاثتهم وإعانتهم وإعادة بناء المدن وهم ليسوا في وارد هذا الموضوع هم في وارد التخاصم والتنازع والتسابق على المناصب وعلى الوظائف الخاصة والسبب الثاني أن كثيرا من أموال إعمار المدن قد تصرف فيها هؤلاء وتقاسموها بينهم من أجل مشاريعهم السياسية وأدافهم الخاصة قدمت دول كثيرة وجمعيات دولية وعربية وإسلامية مبالغ كبيرة جدا للمحافظات المنكوبة من أجل برامج لإعادة النازحين وإذا بها تقسم في اجتماعات مجالس المحافظات على الحصص على الأفراد أو على الأحزاب أو على القوى السياسية فإذا هذا بئر من المال بئر من المساعدات التي لا ينضب فكيف لهم يعيدون النازحين فينقطع ماء هذا البئر فالله سبحانه وتعالى يكون في عون إخواننا النازحين ومآسيهم الكثيرة التي تصلنا منها تقارير عديدة من الإخوة في القسم الإغاثي من الإخوة في قسم حقوق الإنسان يندى لها الجبين وقولها بكل صراحة يندى لها الجبين ومهما فعلنا فلن نستطيع أن نسد القصور والنقص الحاصل لأن هذه الجهود كبيرة وجهودنا مهما كانت كبيرة فإنها لا تفي بتغطية كل هذه الحاجات دكتور الحكومة تعتذر عن إنهاء ملف النازحين بضعف إمكانيات الدولة المادية الخراب كبير يعني مدينة مثل موصل يعني محطمة حوالي 70% تحتاج إلى عشرات المليارات والدولة في حالة في أزمة اقتصادية ومالية ولذلك لا تستطيع أن تباشر بعملية الإعمار ويعادة أيضا النازحين وكذلك الدولة بعد هذه التجربة المريرة مع قضية الحرب على تنظيم الدولة أو داعش أو على الإرهاب لا زال لديها الهاجس الأمني كبير لا تريد أن تعيد التجربة السابقة هكذا تعتذر الحكومة عندما تجابه بطلب حسم ملف النازحين وإعمار المدن هل تعتقد أن هذه الحجة مقبولة متفهمة أم أنه إبقاء هذا الملف الحقيقة لدوافع سياسية ببعض طائف أيضا هناك حديث عن تغيث ديمغرافي وما إلى ذلك نعم هذه ذرائع وفرة أقول بصراحة فرة أولا للتنصل من مسؤولية الحكومة تجاه هذه المدن ومواطنها وثاني لأهداف سياسية ومصلحية خاصة منها التغيير الديمغرافي وثالثا لأنه أيضا هناك عملية فساد كبيرة تجري في إطار الحكومة نفس الحكومة وأحد متطلبات أو أحد الأمور التي من أجلها جاء بعادل عبد المهدي كما أعلمتنا بذلك ممثلية الممتحدة في العراق هي القضاء على ملفات الفساد فأين القضاء على ملفات الفساد؟ أي ملف الملفات الفساد تم غلقه أو القضاء عليه؟ فإذا هناك أهداف متعددة وهنا أرد على الحكومة من جانب آخر من جانب عملي تجارب يسيرة جدا تجارب فردية شخصية لأفراد لمؤسسات صغيرة نجحت في إحداث فارق في كثير من مدن العراق المنكوبة منها على سبيل المثال في الموصل والمحاولات من أهل الموصل متكررة وكثيرة جدا ولكن إلى الآن العقب الأساسي أمام جهودهم هو عدم قيام ما يسمونها بالحكومة المحلية في الموصل والحكومة المركزية في بغداد بواجبها في هذا الموضوع الأنبار على سبيل المثال الرمادي عادت بسرعة والحمد لله ولكن من أعاد الرمادي إلى الوضع الجيد الذي تحظى به الآن هم أهل الرمادي أبناء الرمادي وليس محافظة الرمادي ولا مجلس المحافظة وإنما أهل الرمادي أنفسهم بادروا لإعمار بيوتهم وشوارعهم ومدارسهم ومؤسساتهم وما إلى ذلك نأتي على الموصل مثلا الجانب الأيمن إلى الآن من الموصل لم ترفع الأنقاض بعد سنتين نصف أو ثلاث سنوات من انتيام ما يسمى بالأعمال العسكرية لم ترفع الأنقاض إلى الآن مع أنه عمل بسيط ويسير جدا ويمكن القيام به ولكن واضحة من خلال متابعتنا للتقارير والخلافات بين السياسيين نكتشف تماما أنه لا يراد لهذه المدينة أن تعود أهداف محلية لسياسي الموصل وصراعاتهم الداخلية وأهداف لحكومة بغداد وأهداف للأحزاب والقوى والميليشيات المهيمنة وطبعا هناك أهداف خارجية ونقصد بها الأهداف الإيرانية ابقاء هذه المناطق في حالة عدم استقرار لأنه قد يحتاجون في أي لحظة لعادة فتح الملف الأمني جاء ما يسمونه الإرهاب أو لم يأتي سيخلقون هذا الإرهاب ومنها الفرية التي سمعناها بالأمس أن هناك هجوما على منطقة جرف الصخر التي يسمونها الآن جرف النصر وأن القوات العسكرية تصدت لهذا اللجوم لماذا هناك قتلى من القوات الحكومية؟ قتلى من القوات الحكومية تكرر في مناطق متعددة في ديالة، في الموصل، في هذه المنطقة اليوم في جرف الصخر القول بأن هناك قتلى من القوات الحكومية نكتشف بعد حين أن هناك إشكالات داخلية أولا أن هناك تعرضات ليست إرهابا بالمعنى المفهوم الذي يقصدونه وأن هناك نعم بعض العمليات ما يقصدونها وهي عودة تنظيم الدولة وداعش في مناطق بعيدة ليست من ضمنها منطقة جرف النصر التي ادعوا تماما أنها قد انتهى الإرهاب وأنا أقول جرف الصخر أبيدت على الكامل جرف الصخر الآن مدينة مهدمة جرف الصخر الآن تسكن فيها وحدات خاصة من الميليشيات جرف الصخر الآن سجن كبير لكثير من أهل السنة والجماعة جرف الصخر الآن لا يمكن التعرض لها إلا إذا كان هذا التعرض محسوبا من أجل إعطاء مبررات وهنا إذا صدقوا في موضوع القتلى فإنهم هم يخلقون هذه المشكلة من أجل إعطاء مبرر وقد تعودنا من هذه الحكومات عدم اهتمامها بأرواح مواطنيها وأبنائها وحتى أفراد الجيش والشرطة المنتسبين إليها ما دام الهدف السياسي حاضرا الدكتور الآن في العراق حالة من السخط والغضب الشعبي مع هذا الانهيار والفساد الكبير وأيضا حالة يأس وإحباط من أي عملية إصلاح تجري للعملية السياسية هل هناك آفاق لأن يتحول هذا السخط والغضب الشعبي إلى حالة حراك طبعا هذا الحراك يبرز بين الفترة والأخرى في مظاهرات وكما جرى مؤخرا في تظاهرات البصرة وجنوب العراق وكانت الأعنف هل هناك آفاق لأن يتحول إلى حراك شعبي مستمر هل له حضوض أو فرص في إحداث شيء في المعادلة السياسية الحالية في العراق الحراك الشعبي مطلوب وضروري في كل وقت لابد الإنسان أن يعبر عن ما في داخله لابد الإنسان أن يطلق المعاناة هذه لابد الإنسان أن يدلي برأيه بما يجري عليه وعلى بلده وعلى واقعه وعلى مستقبله فلابد هذه حاجة إنسانية ضرورية لا يمكن أن يقوف أمامه وكل حراك في هذا الموضوع نباركه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى مبتغاه ولكني أقول للأسف أن الحراكات الشعبية تؤتي بثمارها ونتائجها عندما لا تكون هناك إرادات متحكمة في البلد التي تجري في هذه الحراكات وقصد بالإرادات الإرادات الدولية والإقليمية والداخلية بلدنا الآن تتحكم فيه هذه الإرادات وقد يفسح المجال قليلا لهذا الحراك أو ذاك أو يخرج هذا الحراك عن الطور لمدة معينة ثم يقمع أما يقمع بالقوة من قبل الحكومة ومؤسساته وأذرع العسكرية أو يقمع من خلال بعض من يخرج من هذا الحراك بحجة الحصول على المكاسب أو الحصول على تقليل الضرر أو أنه قد نصل إلى اتفاق والتفاوض مع الحكومة كما حصل في الاعتصامات للمحافظات السيد في عام 2013 وهذا أمر مشهور وكبير وهي أكبر حراك جرى في العراق منذ الاحتلال وحتى اللحظة فبلادنا محكومة ولا يسمح للحراكات الشعبية بأن تؤتي بثمارها لأنها ستوصل إلى نتائج غير محسوبة للمتحكمين في صورة المشهد وهذا ما جرى على سبيل المثال في كل الدول التي جرى فيها الربيع العربي من مصر إلى باقي البلد وخذ مثالا على ذلك سوريا وخذ مثالا على ذلك السودان الآن نعم دكتور عفوا على ذكر الدول الأخرى كل الحركات الشعبية التي جرت في بلدان الربيع العربي أو في السودان أو في الجزائر لم تكن بعيدة أيضا عن التدخلات أو الإرادات الخارجية لكنها نجحت إلى حد ما في الوصول إلى شيء من الهدف إسقاط رأس النظام إسقاط النظام لماذا في العراق يعني ليس هناك من أفق للنجاح بينما كان هناك نجاح أو نجاح جزئي الفرق بسيط وطالما ذكرناه في حوارات سابقة هنا أو في قنوات أخرى نعم العراق بلد محتل والبلدان الأخرى غير محتلة نعم فالحراك الموجود في العراق نتائجه ستؤدي إلى الصدام مع البلد المحتل وهي الولايات المتحدة الأمريكية ومع المحتل الثاني وهي إيران فهذا هو الواقع ثم هناك للأسف توافق دولي وأقليمي وعربي على بقاء الأوضاع في العراق على ما هي عليه وإعطاء الشرعية للنظام السياسي الشاذ القائم في العراق بخلاف ما جرى في بلدان أخرى اذ تفاعلت بعض الأطراف السياسية في الأنظمة الحاكمة مع الحراكات ودعمت هذه الحراكات من قل المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية ودول عربية إذن كانت هناك أطراف داعمة وأطراف تحاول أن تسحب البساط من تحته الجاري في العراق أن الجميع يحاول سحب البساط لأن أي حراك طبيعي يتترك له الظروف للانتشار في العراق سيؤدي بالنتيجة إلى نتائج غير محمودة بالنسبة لمن يتصرف في أمر العراق أمريكيا كان أو إيرانيا نعم دكتور هناك أيضا من يرى ربما المشكلة أيضا في الحراك الشعبي العراقي وهو أن هناك جزء من الشعب العراقي ينهض يتحرك يجابه السلطة بينما جزء آخر يعني نايم كما جرى في المحافظات الشمالية والغربية المحافظات الجنوبية لم تتحرك بل ربما كان جزء منها بالضد أو أنه الحقيقة يعني تعرض لعملية تضليل فلما سحق هذا الحراك الذي في المحافظات الغربية والشمالية سحق نهض الذين في الجنوب وهكذا السلطة من السهل عليها أن تستهدف جزءا أسهل عليها من أن تستهدف حراك شعبي بالكامل من شمال العراق إلى جنومي هذه مشكلة موجودة الحقيقة ويجب أن يتطرق إلها نعم هذه مشكلة حقيقية وأيضا هي نابعة من واقع العراق نابعة أيضا من الاحتلال لأن العراق بلد متعدد المكونات والمذاهب بخلاف البلدان الأخرى التي جرت فيها الحراكات الشعبية وغيرها يغلب على تلك البلدان مكون واحد مذهب واحد توجه واحد قومية واحدة في العراق الأمر مختلف ولذلك أسس النظام على أسس طائفية وعنصرية بعد الاحتلال وعرقية بعد الاحتلال من أجل اللعب على هذه القضايا الثلاث في كل ما يستجد من مخاطر على العملية السياسية وهذا ما حصل وإلا أذكرك بانتفاضة 25 شباط في 2011 أربعة عشر محافظة عراقية شمالية ووسطى وجنوبية ثارت معا وقومعت بقوة لماذا قومعت؟ قومعت لأنه لم يكن هناك قرار دولي بالسماح لها وكانت هناك انتفاضة الشعب السوري قائمة والأمر الثاني أن الأطراف السياسية السنية العربية تآمرت على هذه الانتفاضة كما تآمرت على انتفاضة المحافظات الست في عام 2013 تصدرت المشهد ومن ثم بدأت من تحت الطاولة تفاوض حكومة المالكي بل بدأت الضغوط في عام 2011 وانا عشت هذه الضغوط والظروف الناس في الشوارع والقوة السياسية السنية المختلفة فيما بينها اتفقوا على أمر واحد وهو أن يتوزعون على محافظاتهم أبو الأنبال يروح للأنبار أبو صلاح الدين يروح لصلاح الدين أبو المواصل يروح للمواصل حتى يهدؤون المواطنين يقولهم الضرف غير مؤاتي المالكي وعدنا خيرا بل بعضهم أجر اتصال مباشر بالمالكي كما حصل في الفلوجة مع المواطنين وقال لهم الآن اتصل بالمالك والمالكي يعد بكذا وكذا وكذا وهكذا سحبوا البساط فهم يتحملون هذه المسؤولية إذن هذه التناقضات هي التي لا توحد الحراكات وأن أعذر العراقيين لأنه التخويف بالطائفية والتخويف بالإرهاب والتخويف في تدخلات خارجية قائما على قدم وساق منذ بداية الاحتلال إلى الآن ولكن أرى أن هناك توجهات عامة عراقية الآن بعد أن جرب أهل السنة حظهم وجرب الأخوة الكرد حظهم وجرب الأخوة في الجنوب حظهم وقومعوا من كل هذه السلطات إذن هناك رأي عراقي موحد موجود الآن نحتاج إلى تنمية هذا الرأي التركيز عليه إيجاد أواصر التواصل وأنصح هنا وأدعو الجميع إلى التعاطف مع أي حراك سليم يقوم في أي جزء من العراق وعدم الرجوع إلى الخلفية المذهبية أو السياسية أو القومية أشكرك شكراً لدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا في الجزء الرابع من الأمسية الرمضانية عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الأردنية عمان كما أشكر المشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي إن شاء الله في أمسيات رمضانية أو لقاءات خاصة أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة